اوكي. راح نعمل اا ناخد محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو تحليل اا وجادة المحصلة وزاويتها باستخدام الرسم. احنا نستخدم مرقبة يعني ونرسم. نشوف كيف راح نعمل اا نوجد المحصلة بدون ما نعمل نستخدم القوانين. وانا ما فقط بالرسم. يعني فقط الرسم راح يدفع. انه حتى بالرسم نوجد. خلينا تسرط لو عندي انا قوة. اا مقدارها اا بها الطريقة هذي. احرسمها بالمصر ايضا. اوكي. مقدارة مية وعشرين نيوتن بزاوية خمسة واربعين. سوف. بزاوية الخمسة واربعين لازم ارسمها بهالطريقة هذي. ليش ارسمها بهالطريقة? لازم ااخذ مربعين من ال اكس اكسس مربعين من ال واي اكسس حتى ارسمها. اوكي? هاي رسمتها. وعندي قوة اخرى خلينا نقول ايضا. بزاوية خلينا نقول اه ثلاثين. لازم عندي منقلة حتى ارسم الكمية بزاوية ثلاثين. بما انه انا ما عندي منقلة. خلي افترض ان الزاوية الثانية ايضا مقدارة اه هذي اذا كانت مية وعشرين. خلينا نقول الثانية لازم تكون مقدارة خلينا نقول ايضا فقد مية. او مية. بزاوية خمسة واربعين. كيف راح نوجد المحصلة? طبعا المحصلة راح يكون بين هذو الاثنين. كيف راح نوجد المحصلة? اول شي من اجي ارسم اه ميناء. طيبة اجي بنا المسطع من اي اوكي. حتى اجي ارسمه بالاشرسمو. لازم اخذ المساحة معينة. وارسم محاور عليها بالاول. ارسم المحاور عليها. اوكي? بعدين اجي اقيس مية وعشرين درج. بزاوية خمسة واربعين. راح أرسم الزاوية خمسة واربعين. بلون احمر حتى بنا تخته لون الزاوية خمسة واربعين. شوف الزاوية خمسة واربعين لازم تكون بهالطريقة هالي. الزاوية 45 اجي على هاي الزاوية 45 اشقد موجود عندي القوة موجود عندي القوة 120 لازم اقيس مقياس محدد انا عندي 120 خلي نقول 120 اخذ اما 12 سنتيم كبير عندي او اخذها بسكيل محدد خلي نقول سكيل 1 الى 2 120 اشقد اصير سنتيمين واشقد سنتيمين واربع عشر سوفوا هذا سنتيم يعني ارسمه بمقياس هذا سنتيم هذا سنتيمين هذا ثلاثة هذا سنتيم سنتيمين واربع عشر اهنا اهنا ارسم هاي القوة هاي القوة بضبط اشقد راح تكون عندي تكون قيمتها 120 نيوتون وبزاوية 45 طول هذا السهم ايش قد راح يكون 2.4 ليش 2.4 لان اريد ارسمه بمقياس رسم يعني واضح اه اخذتم مقياس رسم هذا واحد هذا اثنين 2.4 يعني مقياس رسم واحد على اثنين يعني الضغط هذا 120 بزاوية 45 ارجع ارسم الثاني اللي هو 100 100 زاوية 45 ارجع ايضا هاي ارسم على هذا خط منقط اخلي الزاوية طبعا انتم بالابتحان اخاف معاعد كم هذه لازم اتجيب معاك ايش اه اتجيب معاك اه ما انقلاحة القيس الزاوية تحط الزاوية الصحيحة اللي الموجودة عنك اخاف اشوف هذه الساعة تقريبا واح تكون الزاوية 45 الثانية انا ننقلεις على اخر الزاوية 45 لانه الزاوية 45 سهل التعامل معاها ماذا عندي ايش قد عندي هون ميليا ايش قد عندي احشق اثنين لازم احشق اضح اشق اضح 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 هذي اشرتها بالطريقة هذي. ايسا رسمتها هذي. هذي اشغل قيمتها. مينة نيوتن. وهذه يزار هذا. وينتهي في المكان. خيب كيف اوجد المحصلة? نفس الكلام اجي ارسم من هنا يزاوي خط متعامل. من مينة وعشرين. ارسم خط متعامل. بهالطريقة. خط متعامل. والا? واجي ارسم من نهاية هذا ايضا خط متعامل. والا? هسا هذي انقلها هوني. تحدد في النقطة. هاي النقطة اوصلها مع ايش? مع نقطة الاصل. تطلع لي ايش? تطلع لي المحصلة. اخر سمنا الوقت. لا حسابات ولا كل شي. اوكي? هذه راح تكون عبارة عن عار. المحصلة. وزاويتها. هاي الزاوية. اجيب المنقلة ما لديك وتقيسها. يعني اجيب المنقلة وتقيس هاي الزاوية. شوف اشغل ذاتي. بالمنقلة. شوف. وهذا تقيسه. تجي اشتعمل. هذا تقيسه بس. شوف اشغل ذاتي. تقرانه انت. تقيسه. انا تقرانه بس هذا اشغل يقرع عندي. تري بوينت اشغل. تري بوينت اشغل تقرع عندي. هون تقريبا. تري بوينت تري. مني. تري بوينت تري لازم اقسمه على اشغل على اثنين. يعني تري بوينت تري تقسيم. اتنين. يطلع الى مية وخمسة وستين. يعني تقريبا الار يساوي الى مية وخمسة وستين نيوتن. اوكي? والزاوية ما لديك لازم اجي يقيس في المنقلة اشغل ذاتي هاي الزاوية ويقرعها. يعني تقريبا يجي يطلع الى خمسة واتمانين سبعة واتمانين. فبقى راح يكون ايش تقريب بس يكون ايش قريب من المنطق. هيكون اه كتير. اوكي? اي قوة اي هاي واجب عطيتوكم هون بهاي الواجبات. علينا القوتين. هاي القوتين تحلوه بالورقة البيانة. هذول لا. هذول ما يحتاج. علينا القوت. بس هاي كلها تتمحل بطريقتين. تتمحل بطريقة العادي المحاور تحليل على المحاور اكس واي. اوكي? وطلع المحصلة ما عليك وزاويتو. وترجع تحلو ايضا بالغراف. مثل ما هالسا عملتوكم هاي. واضحة هاي. واضحة هاي حسبناها يا شباب. نجي. نرسم كل رسم بمخياس رسم. ايضا. راح ناخر مثال اخر. ليش نريدون. مثال اخر. عندي قوة. اه خمسين نيوتن. بهذا الشباب. وعندي قوة اخرى. بزاوية خمسة واربعين. ونختارها سبعين. نطلوب. وجد المحصلة. اهي بزاوية خمسة واربعين. وجد المحصلة ما هي القوتين. هذه السبب. اوكي وجد المحصلة. حتى احل هذا السؤال احتاج ورق بيانه. ارسم الورق البياني بهالشكل هذا اشوف. انا اشوف اما الجهة راح احتاجه اكثر. راح اخلينا في بداية الجهة. هذا. اعرسم المحاور اللي احتاجها انا. العفو دكتور عن مقاطعة بس الصورة ما عدت تطلعي منها. الصورة انا عندي صورتين. راح تشوفون عندي واحد ادى احكي. واحد بترجع. يعني ستازين ترجعيني خلو بتختارين. دكتور اصا رجع. انا ما عفظ. ايه تمام هسا طلعت. طيب. اللي عنده شكل ان شاء الله خلي يفتح المايك قدام ويحكي يعني لا يضر سمطح. نجي اول شي ناخذ ادنى قوة خمسين نيوتن بالتجاه. نجي خمسين. هذا ممكن ناخذ مقاس بس رسم واحد الى واحد ما عندي مشكلة. فخمسين واحد. اثنين ثلاثة اربعة خمسة. هذا خمسين. واشرب قلم بوض. هذه خمسين. نيوت. اللاخ اشغل ذاتك لنا سبعين. الزاوية خمسة واربعين. اجي اختار الزاوية خمسة واربعين. شوفوا بها الطريقة ارسم الزاوية. خمسة واربعين. ليش? لاني كلها واحدات. يعني بال اكس. وهذه كلها واحدة. وارجع عليها اشقد اخذ ذاتم. اخذ الرقم هذا. سبعين يعني سبع سانتين. لاني وحدتي انا اشقد. مقياس رسم واحد الى واحد. فاشوف اشقد السبعة. بس بالضبط سبعة. وراح تكون وين بالضبط? اي هون راح تكون تقريبا. حسنا? واجي اكتبوها. اعملوا بورد. يعني كاينما ارسموا بالمقياس رسم حقيقي. سبعين. اي. الحالة الشغلة الثانية اش لازم اعمل? لازم من هذا المحاور. من هذا المحور لازم اش اعمل? ارسم شيء موانزي لهذا. ارسم محاور. واشقد لازم يكون? لازم يكون خمسين. فهذا واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. احد. احد هون. بس اذا وصلت هذول مع بعض. سوف. اش راح يصي عندي? راح يصي عندي? هذا يوازي هذا. اشقداته هذا? سبعين. وهذا اشقداته? خمسين. حال وحال هذا. هل عندي اخير نقطة اللي هي اوصل نقطة الاصل او مع هاي نقطة تلاقي هاي القوتين. اللي هي راح تلطيني ايش? راح تلطيني المحصلة. هاي راح تكون قيمة الار. اش ما احسب قيمة ار? اجي. اقيس طول ار اشقداته. شوف اسانا بس مجرد المصر اعد اقيسه. هذا اشقداته? هذا واحد الى عشرة. بعد ذلك. الداعش. يعني تقريبا اشقد مية. مية وعشرة. تقريبا مية وعشرة. هاي الطول من هوني. الى هوني ده اقرانه بالمصدرة. مية وعشرة. او مية وعشرة. واضح? هاي اشو حسبنا? لانه مقياسة رسم واحدة لا واحدة بهذا. بل عندي هاي الزاوية. هاي الزاوية اش هون لا احسبه? لازم احسبه بالمنقلة. ايما اجيب المنقلة او ممكن احسبه بهالطريقة هذي. شوفوا شون ده احسبه بهالطريقة هذي. هذا المحور. هذا واحد. هذا اثنين. وطلعنا فوق اشقد صعر صعر واحد. طبية 3.1 تقريبا على المحور. وهذا المحور اكس 2. فتان اه 1.1 تاني ميرس. طبعا 1.1 على 2. اش غاية لساوينا ا Resistanceless سوف على الحساب الكمية هنا هون. تقسيم 2. يطلع لنا 28. اقربا 29 درجة. واضح يا شباب? عيدة? انا عيدة. كيف نعيدة? شوف. عدي هاي المسألة قوة مقدارة خمسين وسبعين. زاوية بنادو خمسة وربعين. المطلوب والجادل المحصلة باستخدام الرسم. ارسم المحور اكس خمسين. واجه اختار مخياس رسم مناسب. فانا عندي خمسين راح اختار مخياس واحد لا واحد. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. نهاية انتهزة. هاي القوة الوحدة. القوة الثانية اشقد ذاتي زاوية سبعين. شوف. بما انه زاوية خمسة وربعين المحور اكس واي تساوون يعني. تقريبا. فاخترت هذا الخط. زاوية خمسة وربعين. وبعدين اخترت مسافة سبعة سنتين. اقيس على هذا الخط الاحمر. مسافة سبعة سنتين. فطلع لي هذا الرقم. نهايتون. بعدين رسمت من هذا نهاية هذا. خط مستقيم. مقدارة خمسة اللي نشبهها. راح يتقاطع مع هون. وايضا رسمت شيء موازي سبعين لهذا. ايه نلتقون بنقطة. هذي النقطة. هذي النقطة اوصلها مع الايش? مع نقطة الاصد. راح تغطينا القيمة ار اللي هو المحصلة. وزاوية راح تكون هي زاوية ار. فحتى اجي احسب قيمة ار هذي الزاوية. اشوف تقاطعاتها شو احصل. تقريبا قطعت ون بوينت وين هونين مع المحور اثنين. فاعملتونه. واذا نريد نحلو حتى نعمل تشكل الحل مالتنا. لازم اش نعمل. لازم نحلو اه بالمحاور. شوف كيف راح نحلو بالمحاور. ونقول هذا اشقداته خمسين منيولتر. وهذا اشقد. سبعين منيولتر. ازال بناتهم اشقد. خمسة واربعين درجة. المحور اكس اش عندي? راح تصير عندي بينه. راح تصير عندي خمسين. هذا متل ما هو. بس ايه هذا احلو لذا قوتي. قوة سبعين كوساين خمسة واربعين درجة. واللاقش راح يكون عندي سبعين. سبعين. سبعين واربعين خمسة. خمسة واربعين. ها? فتيجي بهذا المحور اش عندي? عندي هذا زايدا هذا. قوتين. فهذا راح يصير عندي المحور خمسين. شوف بمعنى بنفس الاتجاه. زائد. سبعين. سين. منو? خمسة واربعين درجة. المحور ايه. المحور ايه اش عندي? ما عندي كتشي بس عندي هذا. اللي هو سبعين. سين خمسة واربعين درجة. هذا اش قد يعطينا? خمسين زائد. ليش ما حللنا الخمسين? لان هو الخمسين. دكتور تسعة وتسعين بوينت خمسة. تسعة وتسعين بوينت فاي. ليش ما حللنا الخمسين? لان الخمسين هو محور ايكس هو محلل. نحن نريد نحلل بس السبعين. على الكوردينت. يعني بس السبعين هو المايل. الخمسين ما مايله. خمسين على المحور مالت. هادا اش قد الله? تسعة وتسعين فاينت اربعة. تسعة وتسعين فاينت اربعة. هس نجي نطلع المحاصلة عار. عار اش راح يساوينا? راح يساوينا تحت الجذر. شوفي. تسعة وتسعين. زائدا. تسعة واربعين بوينت فايب سيكويت. عش قد يساوينا? مفروض مية وعشرة مية وداعش. مية واثمارش. مية وداعش. مية وداعش. الا اي يحسبوني وعزايدم والشباب. هنت خلو يحسبوني من وقال. ريتا. اوكي ريتا. شوفنا. شوف قبل شوية احنا اشغل حسب نانو. هذا المسألة. اشغل حسب نانو. مية وعشرة. تقريبا طعية يعني حانا. اوكي? احنا بالحزاق تصنع لكم طرعا النهار. فشوف انت بالامتحان اش اقل لك يعني? اقل لك. حلو بالغراف او حلو بالايش? او انت حتى متحلو بالغراف. ما نتخلص حلو بالكوردينيت حتى تشوف الحل معلتك صحيح او لا. بعدين تجي ثيتا. ثيتا اش راح يساوينا هاي الزاوية ثيتا? راح ساوينا هذا المقابل. تمام? اللي هو تسعة واربعين متحلوية من نسول وهو نيوتن على المجاوج. فرا ساوينا تان شوف قبل شوية لحشف طلعناها تقريباً طلعنا 28 point something قلنا 29 شوف شوية لواكو عندنا منقلة جوز قرناها بشكل أحسن أو جوز هذي 1 تقريب 2 يعني إذا خلينا 1 تقسيم 2 جوز يطلعنا الرقم أحسن شوية 1 تقسيم 2 6 ننزل يطلعنا 26 point 5 يعني هذي 1 تقريباً وليس 1 point 1 تقريباً 1 تقريباً 1 تقريباً فهذا حتى بس تشيك إنو حلك صحيح بالحالتين بالحالة بالحالة الكالكوليشن أحد عند السؤال علينا هاي المسألة نجي نحلي على الجروبات الجروبات مالتين كلتين السؤال الأول ينحل بطريقتين ينحل بطريقة الكالكوليغراف على الورق البياني ويطلع المحصلة وبعدين ينحسب مثل ما أنا لا حسب نقل شوية والشي يكون الحل اللي لازم أشو أن يكون يكون متوافق وصحيح هذا الحال فقط لا هذا الحال نعمل عاكم المقياس 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 إنت تختار هون إذا ورق بياني عندك كبير تخلي المية تخلينا عشرة سنتيم إذا الورق البياني يصغير مثل ما هي السؤال حطه خمسين إذا الورق البياني مثل هذا السؤال وكري ترسم المية أرسمه خمسين يعني المية أخليه خمس سنتيمترا ومية وعشرين اخليه نست سنتيمترات. بس الار اللي يطلع لي احسبه. اش قد يطلع لي بالمصدر لازماش نسوي اليوم اضربه فيه اثنين. وبعدين اقول هذا ار هالكتر. بس التيتا نفسها تيتا. واضح? هذا السؤال يحال بطريقتين متى ما انا حاليتونه. هذا يحال فقط بهاي الطريقة. اللي السحل انها يوني. بس بالحسابات. واضح? الاولاكترات انا احطيك مني. اه احنا وقف الاسجين هاني.